عقارب امتحانات مسابقة التوصيف بقطاع التربية أصبحت مضبوطة فالمسابقة التي ينتظرها الآلاف دافعت وزارة التربية لاتخاذ كافة الترتيبات بالتنسيق مع الدوان الوطني للمسابقة والامتحانات لاحتواء الضغط المرتقب والذي يتوقع أن يصل إلى أربع ملايين مترشح وحسب المسؤول الأولى عن القطاع نوريا بنغابريط فإن المترشحين سيتمكنون من استلام استدعاءاتهم يوم العشرين أفريل بعد الرد على كل مترشح عن طريق الأنترنت لتحديد الموعد ورقم الملف وعنوان المؤسسة التي يفترض أن يقدم ملفه لديها تسجيل اللي يعطينا له فترة ما بين 27 مارس إلى 14 أفريل باش لما المواطن اللي هو يرغب باش يدخل في هاد المنافسة غادي يسجل يرفض يسجل راسو يعطي لهم موعد ويقولوا كذلك ما هي المؤسسة اللي يحط فيها الملف ديالو والوقت اللي يتقدم فيه بنغابريط عادت لتخفف من حدة لهجتها ضد الأساتذة المتعاقدين المطالبين بحقهم في التوظيف مباشرة دون الخضوع للمسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة حيث عبرت عن استعدادها للتحور معهم مطالبة إياهم بعدم تفويت فرصة المسابقة التي يمتلكون ضمنها حضوظ أو فرال النجاح نطلب من هاد المتعاقدين أن يسجلوا نفسهم ما يفقدوش هاد الفرصة الرغبة ديالي باش يكون نقاش حر ما بيننا ونقاش مسؤول هذا وحسب بنغابريط فإن المميز في مسابقة التوظيف لهذا العام هو أن الامتحان سيكون كتابيا مع منح المترشح شهرا كاملا للتحضير بالإضافة إلى امتحان شافه لإبراز قدرات الإلقاء والحوار لدى المترشحين بحسب كل تخصص فيما ستفرج الوصاية عن نتائج الامتحانات يوم الثلاثين جوان القادم